عقد وزير الموارد المائية والرأي هاني سويلم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفذي لمكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصر في كتشنر ووجه ووزير الرأي بالالتزام بالبرنامج الزمني المقارن للأعمال الجاري تنفذها وسرعة طرح باقي الأعمال كما استعرض سويلم ما تم تنفذه من جانب الوزارة هذو تم الانتهاء من اعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع كما يبقر اتخاذ اجراءات توريد اجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه لاستخدامها لقياس تقييم مدى التحسن في نوعية المياه بالمصرف